خبر اخر اشتكت جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان من بيروقراطية الاجراءات في امانة عمان والتعقيدات التي تفرضها على القطاع ملمحة الى امكانية اتخاذ اجراءات تصعيدية ضد قراراتها وبين الرئيس الجمعية كمال العوامل في تصريح لنشرتنا ان الامانة تخالف نصوص نظام الابنية والتنظيم المعمول به وتلزم شركات الاسكان بتقليص اعداد الشقق في العمارات السكنية رغم مطابقة المطلوب لاحكام النظام واضاف ان الامانة تقوم بفضل عوائد تنظيم خاصة وبدون سند قانوني مما يؤدي لزيادة مساحة الشقق لتصبح قيمتها تفوق قدرة المواطن المادية وتمنعه من شرائها علما بان احتياجات المواطنين هي للشقق الصغيرة المتواجدون على كامل خارطة المملكة الاردينية الهاشمية في اربد احنا لا نعاني من المشاكل اللي نعانيها في عمان كذلك في مدينة الصلط وغيرها من المدن حيث ان ترخيص المبنى في تلك المحافظات او المدن يحتاج الى عشرة ايام للترخيص وعشرة ايام لاذن الاشغال بحد اقصى بينما في عمان نحتاج الى خمسة شهور للترخيص وايضا يمكن مثلها لاذن الاشغال هناك كثير من المسئولية على امانة عمان منها البيروقراطية منها نقص الكوادر احنا نتفهم حاجة امانة عمان الى كوادر فنية مؤهلة هناك نقص كوادر باعتقادي انه احنا اعطناها مجال لاكثر من عامين لتصليح الوضع والاستقطاب كوادر قادرة على خدمة قطاع الاستثمار